انابى سمو رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة صباح اليوم لافتتاح المبنى الجديد للمكتبة الخليفية في المحرق والتي تعد واحدة من اقدم المكتبات العامة في مملكة البحرين ويعود تاريخ انشائها الى العام 54 وبهذه المناسبة اعرب سموه عن تشرفه بافتتاح المكتبة نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي يولي اهتماما كبيرا بدعم الحركة الثقافية في البحرين انطلاقا من ايمان سموه اللامحدود بدور الثقافة في بناء الانسان وتنويره وجعله قادرا على المساهمة في تطوير الوطن على اسس قوية من المعرفة والاطلاع لم يكن اليوم لتجد الرفعة والسمو في بلد ما من غير ثقافة من غير فكر شعوبها المتنورة المحبة لاستزادة العلم والمعرفة وهذا ما يستدعي ضرورة الاهتمام بالمعلومة ومصدرها ومن هذا المنطلق يعاد فتح واحدة من اقدم المكتبات العامة في البحرين المكتبة الخليفية والتي يرجع تاريخها للعام 1954 في هذا العام اثارنا انحكت شعار الثقافة تفتتح المكتبة الخليفية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان والنواب السمو الشيخ خليفة الذي حضر وشرفنا ايضا بالحضور سمو الشيخ عبدالله بن خالد احد المؤسسين او رئيس هذه المكتبة التي تأسست عام 1954 لتخدم الاهالي في منطقة المحرق بمكتبة مفتوحة نمارس الدورة ذاته ونقدم خدمة مجتمعية ونقيم ورش العمل ونجد شكرنا وخالص تقديرنا لبنك البحرين والكويت على رعايتهم لهذا المشروع تحت مضلة الاستثمار في الثقافة نحن في الثقافة لدينا عدد كبير من المشاريع الانشائية والبنية التحتية للثقافة تأتي بالتعاون مع الغطاع الخاص الذي مد جسور التعاون معنا وآمن بمهمة الثقافة ورسالتها لمزيد من التنوير ومزيد من الحراك الثقافي لمملكة البحرين والمحرق التي تستضيف في العام القادم أنشطة كثيرة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية نحن موجودون بالكثير وبالمنجزات التي تتحقق على أرض الواقع ونحيي كل الداعمين لهذه المشاريع التقافية يأتي هذا المشروع من إيلاء المباني العريقة ذات البعد الثقافي اهتماما خاصا لما لها من دور في إبراز الحركة الثقافية بالبحرين والتي كانت لها الرياضة في ازدهار مختلف قطاعات الدولة منذ مطلع القرن العشرين طبعا هذه المكتبة لها تاريخ في البحرين وقديمة ومنبنة الأساسية كانت في عام 1954 وتهدم المكان وراح والشيخة ميو المؤسسة الآثار هيئة الثقافة والآثار شافت أنها تبي تجددها وتعيد الأماكن الأثرية الموجودة في مدينة المحرق الأثرية فإحنا طبعا من واقع مسؤوليتنا نحو المجتمع ندعم العديد من المشاريع الثقافية والاجتماعية التي تخدم المواطن البحريني توفر المكتبة لعموم الجمهوري من الطلبة والباحثين ومحبي القراءة مجموعة غنية من الكتب والمطبوعات القيمة كانت ثمارة مبادرة أطلقتها هيئة البحرين للثقافة والآثار في العام الماضي بهدف تعزيز المحتوى الثقافي للمكتبة من خلال دعوة الجمهوري في مملكة البحرين للتقدم بتسليم الكتب التي يمتلكونها وتحمل ختم المكتبة الخليفية إيمانا من الهيئة بضرورة إشراك الجمهوري في الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي لمملكة البحرين من المكتبة الخليفية هذا المشروع الثقافي الذي يعد واحدا من بين المشاريع الثقافية التي أعدتها هيئة البحرين للثقافة والآثار في سبيل إثراء البنية التحتية الثقافية في المملكة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين